التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة بالعاصمة السعودية الرياض القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر وكذا اللواء العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوث الإرهابية والتزامه بخيار السلام العادل وفقا للمرجاعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا مثامنا مواقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ودعمها المتواصل لجهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستمرار تدخلاتها الإنسانية والتنموية ومصندة مساعي استعادة مؤسسات الدولة من جانبه يكد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية موسيقى